ست نقاط أدرجت في جدول أعمال مجلس الوزراء غير العادي مع الاستماع إلى توجيهات من رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة فيما يتعلق بالنقطة الأولى فقد قدم وزير إدارة الأراضي مشروع قانون الانتخابات الخاصة يتعلق بتنظيم الاستفتاء الدستوري وأن هذا المشروع يتوافق مع بادرة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي والخاص بتنظيم استفتاء مشترك يسمح باعتماد الدستور الجديد وتحديد شكل الدولة وللتزكير فإن الأحوال العامة للقانون رقم 33 الصادر في العام 2019 والقادي بقانون الانتقابات والنصوص المعدلة يكون ساريا المفؤول كما أن مشروع قانون الانتخابات الخاصة يهدف إلى توفير مراجعة الأنشطة الخاصة بالاستفتاء الدستوري وإعداد اليدول الزمني لا سيما تحديث السجل الانتخابي وقرر رئيس الجمهورية الالتزام بشروط الخاصة بالتهقق من مراكز الاقترام من أجل الدمان الشفافية وأن الحكومة تحمل جميع مسؤولياتها لتحقيق ذلك وبعد مناقشة مستفيدة تم اعتماد هذا المشروع والنقطة الثانية التي قدمها وزير الإعلام وهو مشروع قانون يتعلق بإنشاء المدرسة الأولية للصحافة ومهنة الإعلام وتم اعتماد هذا المشروع الذي هزي بدعم قوي من رئيس الجمهورية أما النقطة الثالثة فقد قدم فيها وزير البنية التحتية مشروعي نص يتعلقان بإعادة هيكل الصندوق سيانة الطرق مع إشراف مجلس إدارة لتعزيز الكفاءات وأن المشروع الثاني يتعلق بإنشاء صندوق خاص لإعداد مشاريع البنية التحتية وصادق المجلس على هذين المشروعين أما في النقطة الوابئة فقد قدم وزير الصحة العامة والوقاية سلاسة مشاريع قانون ومشروع مرسوم وتم إرجاء مشروع القانون الخاص بمكافهة إدمان الكحول لإعادة قراعته من عجل مراعاة الوعي كأنصر أساسي في مكافهة الإدمان على الكحول وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي يحدد المبادئ الأساسية لتنظيم التب التقليد في جاد أقر المجلس صحة المشروع وكذا المبادئ الأساسية وأن المشروع الأخير يتعلق بإدراج مستشفى الصداقة الصينية التشادية ضمن المراكز الاستشفائية الجامعية كما أن النقطة الخامسة تتعلق بمشروع قانون يقضي بإنشاء شركة عامة محدودة تسمى تشاد بيتروليوم كومباني قدمها وزير المحروقات والطاقة وأن إنشاء هذه الشركة تجيء وفق قانون أهداع مع استقلالية إدارية تماشى مع بادرة التأميم الأخير لأصول وجميع حقوق شركة إسو تشاد وقد أعطى المجلس تفويدا للوزير للإسرائي في تنفيذ هذا المشروع والبند الثالث هو مشروع مرسوم قدمه وزير استصلاح الأراضي والخاص بتخصيص تأقطة عردية لصالح المنطقة الاقتصادية الخاصة بولايات شاريبا جرمي وحجر لميس ولوغون الشرقي وشاري الأوسط اعتمد هذا المشروع من قبل المجلس وقبل خطام الجلسة فقد ذكر رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة عداء الحكومة على ضرورة الالتزام بجدول الأعمال والخاصة بتنفيذ مخرجات الهوار الوطني الشامل لا سيما العودة إلى النزام الدستوري كما شدد على ضرورة تنفيذ البرامج ومبادرات الإصلاحات الآمة كما أعطى رئيس الجمهورية تعليمات صارمة لأعضاء الحكومة بضرورة أخذ التضابير اللازمة بإعادة الكاديين المقيمين في السودان إلى بلادهم ترجمة نانسي قنقر